اشتركوا في القناة 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 طلع انه على الان بايد يسوع بالريو دي جانيرو اه بالشخص اه بالستاتيو على الان بايده وهاي مش انا يعني شفتها واحدة كتار من الناس شفوها عبر الانترنت وصارت تتواصل بالايميلات بس عن جد قداش ايد الله عظيمة طح ما في ولا مرة منتقوط الا ما هو بيرجع بيرعلينك يمكن اوقات بيتأخر او بيعطينا فترة زمنية تنقول وينك يا الله تنسأل حالنا انا ويني انا مين هلق لازم اطلب يمكن بتعتبر الهوايات تنكشفت كلها ولا بعد بيضل يطلع هوايات جديدة لا اكيد فيه هوايات جديدة بيضل فيه بيضل يعني مثلا اشخاص ما بعرف بيعملوا اه ما بعرف من اشياء بتنكب بيعملوا لغوستيكلاج تم بيعملوا اشياء ما بتخطر عبال حدا اه خلينا هيك عجبني شغلة انا صارت بباري مؤخرا بباري بفرامسا مسايدين اشوفوا مع اسكيه هون واحسن منا بس بس بهالشغلة يمكن مش بكتير اشياء اه عملوا التقطق السيارة يلي بنعرفها كلنا اللي هي جاية من مصر اطلن بيستعنوها بمصر ايه وحتى بصرصين وبالهند كمان ايه بالهند هي السيارة رح نشوفها مع رامي لكم مع احليها دولاد من قدام واثنين من ورا نتسيح تقريبا ثلاث اشخاص ثلاث اشخاص ثلاث اورا ايه وواحد قدام هلا عم يستعملوها بفرنسا والحلو والمميز ونذكر الله لقينا شي بفرنسا بباليس هالباليس؟ نعم يطلعوا فيها بباري بس بالعاصمة بباليس فيه كذا صورة رح نشوفهم ولكن عم يتقلوا انه شو القصة؟ لا يا رامي عفكرا هايدي كتير بتساعد المناطق اللي فيها كتير عالم ما بتخلي السيارات كتيرة تستعمل هايدي بوسيلة نقل يعني نحن بعض مش موجودة بلبنان بكتخين البطار بس خليني اقول شي حلو انه بباري عم يستعملوها مجانا لانه بدون يلفتوا النظر لغل المعيشة فانا كمان بقول يا ريت بلبنان منقدر بنعملها هالشغلة بدون 40 الف ليرة تنكة البنزين كل ما بدي اجع من بيروت لهون عنجات عزق تصير ورح نرجع عنجات على الحمارة مثل عيام جدية يا ريت بدي اقول شغلة انه سألون للمسؤولين بفرنسا يلي مسؤول عن التوك توك هالسيارة يلي المثلات الدوليب انه كيف بتطلع ربحها طلع انه متل ما شايفين هون على التوك توك بيحطوا دعايات الناس لقيواها فكرة كتير حلوة المسؤولين عن الشركات بيحطوا دعاية على التوك توك متل ما شايفين هون مرسي رامي وهالدعاية هي بتجلب مصاري لهالانسان يستمر ويكفي انه يقدموا هالسيارة مجانا فيارب بلبنان بتطلب منكن تغاروا من فرنسا ومن مصر وتجيبوا على لبنان طوك توك ولكن ببلاش لانه كمانا فيهم هاي كيزوردوا باللبنان اذا جايبوا منهم اذا جايبوا منهم اذا جايبوا منهم اذا بيعملوها اخدع على مشاكل مع شفاريت البطاط والمشاكل الخبيط اللي بدأت سير معهم لانه عم يخدولهم من درب يعني نفود بمعمع كبيرة بلاست رح نزيد رح نزيد يا عالمزوط يا عالمزوط يا عالمزوط يا عالمزوط رح نزيد نسبة التلوث لانه معنا تخطيط للأسف مزوط مشاهدين عم مسترية يقلكم شو موهب طلس ايزار قبل نهاية الحلقة طور عم يبقول بعد شوية بموضوع الهواية رح نختمها قبل نفود بموضوع الوظيفة اكتر فمذكركم مشاهدين عم شاركونا 09 914 915 حكيناكم عن كم هواية خبرونا شو هوايتكن هل عم تقدروا تنخذوها او لا لحقوا حالكم بهذا الموضوع قبل ما يخلص الفكرة المخصصة لهذا الشي اصلا الوقت عم يمر بكتير السرعة كنت عم بدي قول شغلة معلاش انا بدي قطعين انا بدي قطعك كنت عم تقول بتسرع مية الفة تجي من هونيك لهون من بيروس لهون خلص نحن نبعتلك لينك وبست مباشر من قلب الباس بلتطلع لينك له بلتطلع من هونيك ساعتا اذا علقنا مع بعض ما حدا بيتأذى بسون العضرار اقل عم يتهمونا لينك ان بعد الحلقة من خبت بعض اقل لا مشاهرين انا ما بتصل لها الان بنفيزة انا ام هوني بتي بيتشاريتي فة هلا هني كمان اصغار وانا صغيرة بس انو بدي قول بيها قال كثير مغضومين السيارات حبتن يلا بيها بكرة بركة اذا الله اراد ان عملنا شي صفرة عطاهي مطريين او عمصر ايه لايكونوا راقة الاجواء ما بدنا نخاطر بحييتنا لا 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 شي سلامت لقطر ايه من قطر الليال صغيرة تحية لك عم تتبعينا اهلا وسهلا فيك ايه بك بوجه تحية لنورة اسحاء الله معك نورة من العراق نادر عزيز ما بعرف اذا من مصر او من لبنان كمان او بوجه لك تحية وبشكركم كلكم يلي علقتوا على الصورة يلي حطى ليها سيدار شوفوا سيدار شو جميلة جد حط صورتنا انا وياه على الفيسبوك فسكرا سيدار طبعا دايما انا قبل ما تبلش الحلقة لازم اخد صورة من قلب السيديو هيك تنكون اه اه عم نخلي الناس عايشين معنا كمان هذي اللحظات بتشوفوا نحنا بالصور في اخضر بتلاقي هذي الكرومة يعني نحنا هلا وورانا مفي داكور في شاشة خضر نعم انا بدي اقول انه قولنا العاطل مواهب طيب خلينا اخد هالاتصال و بعدها من كفة بس بكرنا شكرا بدي اقول اوك اوه اوه اهلا اوه نشكر ربنا وانت تبا شو خبرنا عن هوايتك اوه انا بحبك كتير انو بشر بسم يشوع حالو و كيف عم تعملي هالساغلة اه بعمل مثل مجالة روحية لانوالو البعض مجالة اوك كل سنة نعم و بعمل يعني نحنا بالفوق الناب كل سنة بنعمل مخيم اوه طبي للناب و كيف تحسل و كيف تحسل نعمة و القوة رغم كل شي و عطيك اوهب مميزة اوه كل شيء كل شيء و كيف تحسل كيف تحسل كل شيء بس اوه بس انا قولت بحث انا كتر خير الله داني شو بتقولي انت للناس يمكن يلي بجسد جسده الناقص انت اختبرت هالشي ولكن قوة الله اللي بقلبي خليتك تتغلب على الاعاقة الموجودة انت شو بتقولي تتقوى الناس يلي ممكن يكونوا هلأ اتعرضوا للشي بحياتهم انا كل واحد ربنا اعطيه اللي بيو انا موقت اللاكنت هالشن بالموادة بالمخيم نعم انا انا اللفت يعني ميديتاشون فصلا متراح قاتري مش ادربة وصل يعني انو اكسب شي انا انا اللفت ميديتاشون اوكي بالصدفة عرفت كان عنا اذا ابونا الله يوجده الخير ابونا ميديت جويس نعم المخلصة ام عزب هو دكتور كتاب مقدس عزب اتأمل انا كدبته كاترين هذا شي كان خلاني اقوى نعم عافتك صيح عاسي جملة هيك تغزينا روحيا مننا داني لا لا بس انا كدبت على الكمتروتر اوكي اذا بدك بعتيني اياها على الفيسبوك او بسي طريقة انا اقراها اي اوكي داني بعضو رسالك تؤال اي اوكي اول شي كيف حالك الحمد الله الحمد الله الوظائف للناس اللي يمكن عندهم اختياجات خاصة اي او شو بتوجهه للدولة او اذا حدا من المسؤولين عم يسمعيك يحتموا بالناس اللي بدهم يشتغلوا لو بتعندهم اختياجات خاصة فبدهم وظيفة معينة خبرنا شو بتعندك شي تخبرين ايا بهايد النقطة او شو بتحب توصل رسالة يعني برا فيك بتلاقي بس هون دولتنا الحمد الله ما بتلاقي فيه اي بشو عندك امل لان شو بتحب توصل انا بحيث ما عندي امل بهالبنان ما عنديك امل اي نفس لي ما عندي امل لان ضحية داني انا انا كتير متشاق امكن بس لهالدرجة لا انا بدي هون بحكثو شفا من حالي بدي اياك تتشجع اكتر ويكون عندك امل وخلاص اذا الدولة ما تطلع فيك احنا بنتطلع كلنا مع بعض اي داني انا بدي اقول نسكر الله عليك عايزت لانه هيك صوتك فيه وفرح رغم كلكي اي تعالت تتبين حتى السنة اي بالمخيم امت انا يعني نهار ما كنتي بقى ام تأملات ام امت انا حدرت التأمل انا ورفيئة حالو ام عملنا بالنسب بيناتنا مان هو بيقى عم يضغل خلاهوت يعنى مثل نوع نعم بس حدرت التأمل انا ويجيأة اي انا لف نطره وكفى الباقي حالو شحالو شحالو ام يعنى هو عاطيني وقتها سنع نصد الأنجلة